أصدقائي المشاهدين أهلا بكم في الخاصية الرابعة من خصائص الصوت بعدما درسنا المدى الصوتي والاتساع الصوتي والمساحة الصوتية النهاردة هندرس الصفة الرابعة من صفات الصوت وهي المرونة الصوتية المرونة الصوتية درجة مرونة الأحبال الصوتية وقدرتها على التنقل بين الدرجات وقدرتها على إصدار الحليات والعرب المختلفة في الصوت يعني فيه واحد صوته ناشف يعني إيه ناشف يقول يقول كده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم صوته صريح صوت ناشف فيه واحد تاني صوته مرن يعمل إزاي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي العرب الصوتية يبقى فيه نوع بيقدر يقول الحليات والعرب وفيه نوع تاني صوته ناشف طب لصوته ناشف وما بيقدرش يصدر حلياته وعرب يقدر يصدرها بالتمرين وبالممارسة مع التمرين اللي هتشوفها الفترة الجاية في الفيديوهات الجاية إن شاء الله طب لصوته عنده عرب وحليات لازم طبعا يطابع برضه ويمارس التمرين علشان صوته الحليات والعرب بتقل تيكنك الحليات والعرب بيقل مع عدم التمرين فلازم اللي عنده الموهبة يحافظ عليها بالتمرين اللي ما هيش عنده يحاول يحسنها بقدر الإمكان إنها تكون مهودة عنه شكرا ونستنوا الخاصية الجاية في الفيديو الجديدة إن شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب وشير لإن هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر من خلالها إنك تدعمني بيها إن أنا أكمل شرح الفيديوهات دي أي سؤال أو استفسار تقدروا تتواصلوا معي على وسائل التواصل الظهر أمامكو على الشاشة واستنوا الجديد من الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر